بسم الله الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه السلام الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم الدكتور أحمد عويدي العبادي الحديث الآن عن غزوة تبوك وهي غزوة العسرة وكان مجموع ما تحصل من المجاهدين في هذه الغزوة حوالي 30 ألف بينما كان عدد جنود الاحتلال البيزنطي حوالي 40 ألف لكن كان الجو كما يلي أولا القوات الإسلامية في أرض عربية والقوات البيزنطية احتلال البيزنطي في أرض ليست أرضهم هي قوات احتلال وبالتالي فإن العشائر الأردنية وكان عدد كبير منهم قد أسلم آنذاك وتنق الإسلام وعلى رأسهم دحي الكلبي وزيد بن حارثة وزيد بن حارثة الكلبي أيضا وكلهم هؤلاء أسلموا جعامات وأيضا الجذامي فلذلك كان الجو أو البيئة الاستماعية العشائرية الأردنية حاظنة طيبة للقوات الإسلامية وحاظنة طاردة ورافذة للقوات الاحتلال البيزنطي ولذلك البيزنطيين لم يدخلوا في معركة لأنهم خشوا إذا دخلوا إلى تبوك تقوم العشائر الأردنية بحركة الكفاف عليهم من الخلف وبعدين لا ينجوا منهم أحدا ولذلك انسحبوا وتركوا لما انسحبوا صاروا نارك فراغ عند العشائر العشائر وجدوا أن هذه القوة الاحتلالية قوة الاحتلال البيزنطي التي استمرت حوالي خمس مئة سنة أو حول ذلك تخلت عنهم في لحظة واحدة فوجدوا أن الأنسب لهم أن يكونوا على انسجام وعلى اتفاق وعلى علاقة مع القوات العربية الإسلامية وكما قلنا أن كثير من العشائر هذه أصبحات مسلمة ونحن شفنا كيف أن الرصول صلى الله عليه وسلم اتبع سياسة الاحتواء وسياسة العلاقة الطيبة وسياسة عدم الاعتداء وعدم عدم الاشتباك الحربي ما بين المسلمين وبين العرب غير المسلمين في الأردنيين لذلك لم تحدث معارك بين قوات الاحتلال البيزنطي وقوات الاحتلال والقوات الإسلامية التي خيمت في تابوك فإذا حققت هذه الغزوة الغرض المرجو منها بالرغم من عدم الاشتباك الحربي مع الروم الذين آثروا الفرار شمارا يعني الروم ولوا فرارا وراحوا يعني خلاص قالك ما هذه المنطقة فهم بطبيعة الخال تخلوا عن منطقة جنوب الأردن تخلوا عن منطقة جنوب الأردن وسبقهم أيضا لم يحققوا نصر في معركة متقبلة وبالتالي هذه يعني انكسار هذا انكسار عليهم في المعركتين بطريقة أو بأخرى وبالتالي صارت العشائر الأردنية في الموالاة من القوات الأردنية للقوات العربية الإسلامية بقاعدة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد احتوى هؤلاء الناس كان هناك ثلاث قوة على الحدود الأردنية مع جزيرة العرب القوة الأولى كانت مملكة الجوف أو مملكة أدوماتو وكان على رأسها المملكة الملك الأكيدر العبادي والقوة الثانية اللي هي قوة عشائر منطقة أذرح والجرباء والقوة الثالثة اللي هي قوة منطقة إيلة وكان يحكمها يوحن بن رؤبة وكان يعني نصرانيا وكانه عربي طبعا هو غسان يعني من العرب ولذلك يعني كان هؤلاء وجدوا أنفسهم وهم أهل البلاد يعني كلهم أردنيي من أهل البلاد من عشائر المنطقة وجدوا أن الطريقة الصحيحة هي للتعامل مع القوة الإسلامية الجديدة وبالتالي لابد من عمل ترتيبات معهم ولذلك سنأتي كيف أن يحن بن رابا ذهب وقابل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا الملك الأكيدر العبادي ذهب وقابل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأكيدر أسلم بعدين ثم ارتد وقتل خالب الوليد فيما بعد في حروب الردة في زمن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ويحن بن رؤبة دفع الجزية وبقي على إمارته في منطقة إيلة أو اللي يسموها الآن العقبة وعشائر أذرح والجرباء هي منطقة الشراء كلها يعني عشائر الشراء كانت عاصمة أذرح والجرباء بقيت يعني دفعت الجزية وحالفت النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي إذن صار عندهم ولاء للإمارة الأولي الدولة الإسلامية بدل من دولة الروم المحتلة ونظر ما نأتي يعني إلى طبعا إمارة دومة الجندة هي عبارة عن مملكة يعني كان وسنأتي إلى حديث فيما بعد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد بينه وبين هذه الإمارات الثلاثة أو إمارتين مع أهل فأسقطت هيبة الرومان أسقطت هيبة البيزنطيين جميعا ولذلك بنفس الوقت يعني لم يعود العرب من مسلم ونصارى ووثنيين لأنه كانت يوثنيين لم يعودوا يخافوا أيضا من الرومان إطلاقا لأن يعني من في الوقت اللي كان العربي يعتقدوا أن الرومان قوة لا تغلب ولا تهزم الآن أصبحوا ما إلهم قيمة أمام القوة الإسلامية الجديدة والعزي يعني وهذه طبعا كلها في الغزوات اللي صارت وإلى آخره كلها يدل على أن القوة الإسلامية الجديدة قوة تترسخ في الذهن العربي على أن هذه الرسالة وهذا الدين دين جديد يعيد توحيد العرب ويعمل لهم عقيدة واحدة وليست أدة عقائد ويعلم دين واحد وليست أدة أديان وبالتالي فهو الذي سيهزم هذه القوة التي لا تقهر وللحديث بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر